أهلا وسهلا فيكم معاكم الوجيه لا تنسوا تشتركوا في القناة يا جماعة اذا منتم مشتركين في القناة وضروري تفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله واللي لازم تسويه الحين قبل ما يبدأ الفيديو اضغطوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين الفضاء وما أدراك ما الفضاء المكان اللي لطالما حلم البشر باستعماري واستكشافي والبحث عن المجهول فيه خمسة أفلام اخترتها لكم من اختياري الشخص اليوم الجزء الأول راح يكون هذا الفيديو والأجزاء القادمة راح تكون من اختياركم أنتم فعشان ما يطول الفيديو خلونا نبدأ تخيل انك في مركبة فضائية متجهة الى كوكب جدا بعيد مدة الوصول المقترحة للوصول الى هذاك الكوكب تسعين سنة المركبة هذه فيها ألاف من الناس زيك بس كل شخص نايم في كبسولة الكبسولة هذه حريصة انها تحافظ على عمرك كأنك نايم محنط زي ما انت وما راح تصحى من النوم الا اذا قربت من انك توصل للكوكب اللي متجهين له بعد تسعين سنة حلوين حلوين لسوء حظك صار عطل في الكبسولة حقك وصحيت بوم خرجت تتوقعت انك وصلت خلاص كامل لبثنا تطالع في عداد الوصول باقي تسعين سنة ما لحق تنام ما نمت ايش بتسوي فيلم جدا رهيب صراحة وراح يعطيك تجربة فضائية جدا جميلة وانصحك تشوفه اذا ما تابعته للحين تقييم الفيلم سبعة من عشرة ومدة ساعة وستة وخمسين دقيقة بالضبط الفيلم الثاني شوف فكرة انك تضيع في الصحراء فيه اكسجين اوكي ممكن عندك كمية مياه قليلة بس انك قادر تتحرك قادر تستكشف قادر تحاول تنجو في هذه الصحراء فكرة انك تضيع في غابة برضو بسيطة فكرة انك تضيع في قصر جدا كبير في مكان نائي كل هذه يعني الواحد يقدر يتقبلها لكنك تضيع في الفضاء وات اللي يحول بينك وبين الموت هو الكابسولة ذي الصغيرة او مركبة الفضائية ذي الصغيرة اكسجين محدود اكل محدود ايش حتسوي ساندرا بولوك في هذا الفيلم مع جورج كلوني كانوا متجهين لاصلاح قمر صناعي معين وتتحطم مركبتهم في الفضاء وتبدأ رحلتهم في محاولة النجاح والعودة الى الارض فيلم جدا اسطوري ويستحق المتابعة الفيلم تقيمه ثمانية من عشرة ومدته فقط ساعة ونصف الفيلم رقم ثلاثة المريخي برضو خلينا نشغل مخيلتنا من جديد لانه هذا الهدف من افلام الفضاء انه تشغل مخيلتنا مادة منعالم نبات متجه الى المريخ مع مجموعة علماء ورواد فضاء اباك تتخيل المنظر لحين وصلوا الى المريخ صبطوا امورهم جلسوا في القاعدة بروم صار حادث الناس ركبت الصاروق يلا على الارض مشينا هما كانوا متوقعين انه مادة من مات ضمن الانفجار هذاك مادروا انهم تركوا وراه ورجعوا للارض مادة منصار لحاله في المريخ ايش هيصير نرجع نعيد موضوع تخينك تضيع في صحرة ولا تضيع في غابة كلها هين بس تضيع في المريخ لا شكرا لا ما بغضيع في المريخ ابدا شوفوا الفيلم مرة جميل صراحة وفي اثارة وتشويق جدا رهيبة الفيلم تقيمه ثمانية من عشرة ومدة ساعتين وثمانية واربعين دقيقة فقط وانا اقول فقط كذا حسيت انها قليلة لا والله كثيرة بس فيلم جميل صراحة الفيلم الرابع انترستيلر لحظة صمت احتراما لهذا الفيلم الرائع تحفت نولان الاخراجية والكتابية روعة هانز زمر الموسيقية عظمة ماثيو مقانه التمثيلية كل المقاومات الثلاثة اللي ذكرتها هذه موجودة في فيلم واحد اسمه انترستيلر فيلم راح يعبث بمشاعرك كثير راح يخليك تحزن وراح يخليك تفرح وراح يخليك تسبح وتعوم في ارجاء الفضاء والثقوبة السوداء مع ماثيو مكانه بعد ما دمرنا الارض ولوثنا هواءها وافسدنا المحاصيل الزراعية قرر ماثيو مكانه يتجه في بعثة فضائية للبحث عن مكان اخر لحياة البشر بين النجوم وداخل الثقوبة السوداء اقل ما اقدر اقول عن هذا الفيلم هو فيلم رائع جدا ولازم تتابعه مع اني متأكد انه 99.9% من البشر تابعوه لكن اذا كنت من النسبة البسيطة ذيك اللي ما تابعوه للحين تابعه صدقني فاتك الكثير من عمرك تقييم الفيلم 8.6% من عشرة ومدة ساعتين وتسعة واربعين دقيقة فقط الفيلم رقم خمسة الفين واحد سبيس اوديسي تدروا متى نزل الفيلم ذا نزل عام 1968 يعني قبل حوالي اكثر من ثلاثين سنة وقف انا عارف انك الحين قاعد تقول ايش الفيلم ذا اللي بيكون شكله اخراج سيء وتصوير سيء لا 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 اوعك تفهم غلط كذا الفيلم هذا كان سابق عصره تماما سابق قوانه تماما من تصوير من اخراج من مؤثرات بصرية الفيلم ذاك في ذيك الايام كان ثورة في عالم الخيال العلمي والى يومك هذا الفيلم هذا يعتبر مصدر الهام لكل المخرجين والكتاب اللي ناوين يسووا فيلم عن الفضاء فيلم جدا جميل منذ لحظة وجود القردة على الارض الى لحظة تطور الانسان واستعمار الفضاء الفيلم تقيم 8.3 من 10 ومدته ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة فقط الى هنا نكون وصل لنهاية الجزء الاول من خمسة افلام لمحبي الفضاء واللي لازم تشوفها اذا كنت من محبي الفضاء طبعا لا تنسوا تضغطوا لايك على الفيديو لانه جدا مهم يا جماعة علشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين واشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين وفعل زر التنبيات على طريقكم كان معكم الوجيه في امان الله